وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا بِسَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عَادَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله والفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر رظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسن الله ونعم الوكيل فانقربوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رغوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين